اشتركوا في القناة شو عرفك انت بهالشي كله؟ اليوم شكري اعترف بكل شي وتصالح مع ولاد عمه نوري وفارس واعتذر من كل اهل الحقرة ايه؟ هيخطيط هالمسكين عبود لسه كل ما بتصير قصة بالحقرة ومصيبة بيكونوا لزقوة فيه واليوم نوري رجع اخر الزعامة يعني رجع زعيم حارة اللوز ايه؟ الله يقدروا عفعل الخير اهلا عمي مرحبا عمي فارس اهلا وسهلا الزعيم هون؟ ايه؟ خدنا الطريق عمي عاوزه بمطلور ايه على رأسي يالله 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 اتفضل عمي اتفضل تعالى قلوني يالله امان السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل شو جايف معا برازي بدي حليك لانه فيه خبر مليح بدي يبسطك خبر شو اتفضل شو اسمع شو بدي قليلك ياميت اهلا وسهلا اهلا اهلا عمي الزعيم والوقت عشت شرفنا يا ابو فايز ما علي زعيم اعتبره اخوك صغير وغلق وهو هلأ جاي يطلب السماح منك ويبقوه سئدك ويعتزرت يا ابو فايز انا ما بدي يعتزر مني انا بدي يفكر قبل ما يعمل اي شي امي فايز رب العالمين خلق لها العقل عشان نفكر فيه وانتي اشهد بالله قدي صلى من عرفاك بحياتنا ما اسمعنا عنك لك الخير عمي فايز الرجال ومرتو بيصير معهم اكتر من هيك بكتير بكتير بس مو لازم حدا يدخل بيناتون لانه بيخرب لهم بيتهم لا تواخذني يا ذكرتي الله يلعنى ابو الشيطان كرمال الله سامحني ولا يهمك اخي فايز عرضي حصل خير لعمة شكري شكري ورا كلها الاصص وعمل زاء فيني اي شكري بس هوي بيضة واعتراف واستسمح من نوري كاعددنو رجعلو عقلي الرحمان لمخوه وماعد متل اوال لعم ولا يا نوري ست زعيم بحق او حايب ماعد في حدا تتزعمتك بكل حارة اللوز من اليوم هو رايح لازم تغير معاملتك مع الناس لازم تبين لكل الناس انك زعيم وبتستاحل هاي الزعامة طيبة قلبك هاي بدك تنسالي اياها شوي لازم تكون آسي يا نوري آسي مع اللي بيستاحل أسأوتك الحمد لله الحمد لله هاي رب العالمين بلش يبين الحقاي واهل الحارة عرفوا اني مظلوم بحي القصة اوهل الحارة عرفوا اني مو انا اللي اعتلت الزعيمة بشكل اوهل الحارة عرفوا اني مو انا اللي اعتلت الزعيمة بشكل يا رب اني الحي اللي ارجع لحارتي واهلي وناسي وادر اتجوز انا في شمس واقعد ببيتي يا رب ما لغيرك يا رب يا رب ما لغيرك يا رب ما لغيرك يا رب أصدق يغيرك يا رب ما لغيرك يا رب نعم موسيقى موسيقى اخ يا عزيزي اشتقت لبيتنا لكن هاي اول مرة بحياتي بنام برات البيت وكلي الله حبيبتي الا ما توفرج هلا المهم انتي امتى عرسك؟ ان شاء الله بعض العيد عقبال عندك يا فطون من وين يا حسرتي؟ طيب بتحتي شرط انه انتي وياسين رح تتجوزوا وليش هيك عم تحكي من تم مليان؟ يعني شو اللي اكد لك هالشي؟ انا هيك قلبي قايللي وعلمي على كلامي يا رب من تمك لباب السماء يا عزيزي ين يا حاجة شودي شودي ما انا حدوه؟ نعم يا نمني هذا النيم كيفك يا بي؟ أهلين يا بي؟ خير؟ يا بي من كم يوم اشيلا عندي ابو أحمد طلب إيذك لابن أحمد بقى شغلتي موافى الشور شورك والكلمة كلمتك ابن عمي اسمعي يا مرأة الله يفضل عليكي لازم ناخد رأيي البنت مبجوز من الله بقى شغلتي يا بي؟ موافقة؟ مثل معطق موري يا بي مهنا تتكلن على الله يلا خافرك ابن عمي شو؟ ويونيس؟ ما بنا نخطب له؟ شلو من لكان؟ عم فكر اخطب له ابو راشد التقي بقى شو رأيك؟ اي؟ ليش لا؟ والله والنعم من هالعيلة وكيف ابنتو الله يستور عليها؟ نيحة؟ اي والله بنت بتجني احنا ليش ما فكرنا فيها من الأول؟ ما كنا رحنا وطلبنا فاطمة موسيقى 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 اصبح موسيقى مرجال العز بحراتك الدنيا تحكي حكاياتك يلي عادي أرض بلادك بسهول بيرجع يا شام منتخلى بإذرت الله عن حب بلادك يا شام مرجال العز برجالك بلادك نقوي يا شام يا شام يا شام شارك شارك